المنظور لحظتك يا دكتور تناولت بيه في كتابك فكرة التعصب تناولتها من حيث الميديا ومش فقط الميديا اللي هي التقليدية لا كمان السوشيال ميديا كلمة شوية عن رصدك للمشكلة فكرة ان احنا نبتدي نتكلم عن ميديا التعصب او تعصب الميديا باعلامها الاعلام بشكلية تقليدي والشكل الحديث اللي هو السوشيال ميديا ان ده اخطر انواع التعصب واحداثهم احنا البداية في التعصب الجماهير وده اللي منتشر واننا دايما نتكلم عنه التعصب بيجي دايما قدام منك الجمهور ولكن حالة الاعلام وتطوره وفكرة ان القنوات والبرامج بقى عددها كبير ابتدت تلعب على الغرائز للمتعصب المتعصب بيبعايز انتصار غريزة الانتصار غريزة الانتماء غريزة التمرد التلات غرائز دولة هم جنون الرياضة اللي بيبعايزة الانتماء والانتصار والتمرد الانتصار هو دايما عايز يكسب وبيرب حتى في نشئنا كده بيطلع بيطلع البراعم الصغيرين اقول لك احنا مش بتعوضين على الخسارة مع ان الرياضة مكسب وخسارة لازم تتقبل الهزيمة ولازم تتواضع عند النصر فلازم يبني ده انك انت ممكن تخسر مش عيب انك تخسر النقطة التامية الانتماء فكرة انك انت تبقى منتمي دي من ضمن الغرائز الموجودة في عند الجنس البشري انك انت بتنتمي النادي معين فتبتدي تدافع عنه بحكم انك انت موجود في قلب بلدك ولكن انك بتبقى في الخارج انتمائك وحنينك للوطن بيبقى اكبر لكن هنا بيبتدي الصراع ده فده اللي خلقته الرياضة انك انت بتنتمي لنادي وفي منافس تاني او منافسين اخرين فعملت عندك الغريزة دي طيب انا ممكن اسأل سؤال قد اتفهم ان انا مثلا كمصري ان انا بشجع او انتمي للاهلي او انتمي للزمالك او الاسماعيل او اي من الاندية الشعبية تحديدا يعني بس انا مش فهم ان او لا اتفهم ازاي مثلا واحد مصري او واحد سعودي او واحد مغربي او واحد جزائري بيشجعوا ومش بس بيشجعوا عندهم انتماء وتعصد لان دي مثلا زي برشلونة او ريال مادريد او مانشستر يونايتد او 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 جه منين الانتماء هذا الانتماء اللي هو ممكن اتنين اتخنقوا مع بعض علشان انا بشجع ريال مادريد وانت بتشجع برشلونة هي فكرة التطور الهائل للاغلام ومصطلح العولامة اللي احنا اللي احنا بينا مجددين بتفرج على كل الدوريات في وقت حدوثها على الهوى فبقيت مشجع لي نادي معين في الدور الانجليزي طبعا معظم الناصرين بشجعوا اللي فربول عشان محمد صلاح لازم يسألك انت بتشجع ايه في ألمانيا بتشجع ايه في أسبانيا والفترة الكلاسيكو الارضي ما بين برشلونة وما بين ريال مادريد واذاعته على الهوى والمتعة اللي انت بتفرج عليها تتفرج بقى على الصناعة او زي ما بتقال كده الكورة الحقيقية مش الشبيهة اللي موجودة عندنا فابتده انتماء كمان يتفرع لاندقة خارجية وبقى لها روابط ما تحزناش بقى يا دكتور لا خالص لازم نعرف مكاننا فين عشان نقدر نوصل لكن لو احنا قلنا احنا احسن ناس الرياضة قوة نعمة استاذ رجال والقوة النعمة دي من العناصر الاساسية لقوة الدولة لو احنا اهملناها لا احنا بنرجع ورا كتير